رح نحكي قصة عن ليس كل الناس طيبين أنا اسمي حورية أدرس في الصف الأول سأروي لكم قصتي كي تستفيدوا منها في المدرسة أتعلم أشياء كثيرة صرت أعرف قراءة الحروف والكلمات وأكتبها أيضا وأعرف العد حتى العشرة وأشارك كثيرا في الفصل حين تسأل المعلمة ثم انتهى وقت المدرسة وانتظرت أمي في الخارج لتأخذني تأخرت أمي فذهبت للمعلمة وأخبرتها وقالت هي في الطريق ستصل قريبا وبينما كنت أنتظر وقف أمامي رجل غريب بسيارته وقال اركبي لأوصلك لبيتكم قلت له أمي سوف تأتي الآن وتوصلني أمك لن تأتي سوف تتأخر هيا اركبي لنذهب إلى الملاهي وأشتري لك ألعابا كثيرة ثم مد لي الشوكولاة وقال خذي هذه لك هيا اركبي بسرعة ووصلت أمي وفر الرجل الغريب مسرعا وأخبرت أمي بكل ما جرى واحتضنتني أمي وقالت الحمد لله أنه لم يصبك مكروه هذا رجل شرير وغريب ولا نذهب مع من لا نعرفه لا تخاف يا طفلتي لقد حفظت رقم السيارة وسيقوم والدك بإبلاغ الشرطة ليقبضوا عليه الحمد لله الذي حفظني وفي البيت علمني والدي كيف أحمي نفسي من الشخص الشرير والمغزى من هذه القصة أنه ما نومسه بأي حدا وخاصة إذا كان غريب عنه وأخذ الحيطة والحزار دايما ترجمة نانسي قنقر